موسيقى السلام عليكم البنات و مرحبا بكم معنا جدا 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 اليوم سوف نقوم بتحديد الانصاب اللي كتجي في لاشينبان دانتي مع الابوك الجيلة اللي كي يجي وغزايا نوزمينيش حاجة اللي رائعة عاوز بنا اللي كتجي نحاولو بيان صور نتوفوها عن قرب بالنسبة لاشينبان دانتي فالبنات فهي كتجي لها تشكل بايزين جيلة كي يجي رائع زميون كي يجي لها تشكل بان دانتي فكتوفو معايا في هادلا حجارات البيان سوف نقوم بتحديد البيان كيف كتوفو كي يجي لها تشكل في هادلا حجارات اللي فيم هادلا بغيان صغزالة كيف كي يجي مع اللور درتوليكم مع اشين داني لان لرقيقة وصحيحة شحة جالي زميونة وانيقة بالنسبة لابوك الجيلة اللي بنات فهي كتجي لها تشكل المم ديزاين بحلها بحل تندنتي كتجي لها تشكل كيف كتجي من اللور كتجي لها تشكل كتسد بها الطريقة وكتتحل بها الطريقة وده بعد نحاول نوريه منكم كيف يجي وملبوس لابوك الجيلة اللي بنات على هادلا تشكل كي يجي بغيموش حاجة اللي غزالة وانيقة ورائعة للشامبان دانتيف عنقرب كتجي بحلكة ديناتاي ستندرد 3 سنتيمتر إلا كان عنقك عمر كتجي تتخذ طويلة فى 45 سنتيمتر خزايدة بخمسين درن فقط ولابوك اللي كتجي لها هادلا شكل كتجي كتجي رائع زوي من الدزاين لابوك اللي غزالة وزوين كي يجي هذا الانصاب الانيق وخفيف كيف تشوفوا معايا لا أعجبكم الانصاب ربا تتعرفوا عني غتلقوا كل شف لبغة الانصاب حراحة وما تنسوش مجاوهرات فاشل دايب يحصل عني قبل ما تخرجوا تابنوا معنا فلاشين يوتيوب دينا وبرتاجوا الفيديو فى الغزوال سوشو وما تنسوش تديروا جائم لابوك دينا سر فيسبوك وإلا بغيتو تشوفوا الاشتكال دينا